موسيقى هذا ما الذي أطهره العام هو مشروع النزع الملكي هذا مشروع ما يحجمه يا غنيع أنت تنريف هناك كبرنا فيه نزعه خلوق في هذه المنطقة ومعروح المشروع لم تطبق المشروع فكانت تفاجئة أن هناك قرارات من 80 نزلات يقول لك رضي الجواز لنك لذلك مفاجئة هناك برنامج الدور للسقوط واضح التابع الوزرات كنا بعيد على مشروع النزع الملكي بعيد على مشروع دي المحج يجب أن نخلطوش الأوراق موقعوش وصوقوا لنا واحد الفكرة ما كيناش ديلا نتابعين الدور للسقوط رادرنا راشية رادركم خاصكم تريبوها وتحيدو الحجر باش ما تقاديوش راسكم وما تقاديوش المواطنين وما تقاديوش وما تقاديوش مواطنين هذا المواطن الصالح وما تقاديو الحلول تقاديوش 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 ما كيعتك سيد الله بلغ ما كيعتك وثيقة ما كيعتك إخبار ما كيعتك نورمال مو مشيس عون سلطة ليخصوا يعلم وما ساطر ديالنزع المكي واضحة كان لقاو خروقات كبيرة وناس خرين بلطشية وملكي علمو ناس ديبل حد الان كين قرار ديسي الولي وكان لقاو بعد أول سلطة كدورو عند الناس وكيقول لهم كين ريبين نار جمعات ريبو قالت أستاذ نبيل بعد نبيل مونيب فلي قلت اللي التقات بنا قلت لنا بعد الأعوان ولا هم اللي يحكموا يعني من اللي مقدم ولا هم اللي يحكم تجوزات واضحة وخروقات واضحة كتنصيقية احنا كنرفع صوتنا عبر المنابر اللي كتوصل صوتنا منابر سمكة الحقيقية رأى إداءة وطنيات وإداءات الوطنية جاءوا صوروا معنا وبدلوا الحقيقة وصلوا لنا أن رغم أن الفيديو السمكرة مسجلين من الإخوان مسجلين من الناس اللي تنساقية وكما بينما ندخلوا في هذه السرعات هاد الناس كيبغيوا وضحوا الرأي العام انها تشارع دورا إلى الثقوط وانا هاد الناس اللي السكنين في ذاك المناطق هما أصلا أشوائيين لأنهم لديهم الحقوق على الأكس صحيح الناس اللي ما عندهم ملكيات ديالهم عندهم تزينات ديالهم عندهم وطائق تدليد ما ذلك عندهم محلات تجارية ديالهم دب عنا داخل تنساقية تنساقية تعني مشروع المحج الملاكي يعني كنا مجموعة الأحياء لدخل مشروع المحج الملاكي ما فيها ضرب حموان ضرب فينيجال ضرب مايزي زنقة زيرين زنقة تفيلالت محاوس سعيد ضرب الرماد ضرب الإنجليز ضرب طاليان سميت ود ضرب الدالية كله كيف يختار طريقة احتجاجه لأن فعلا تلك القرارات جائرة كان الناس اللي خرجوا وغوتوا وطداروا كان الناس اللي نعسوا في الشانتي كل ما نقدرش نقول شي عاجة خورة كله وش دار في راسو دونك كان أنا بالنسبة للناس اللي هدموا لهم كان هناك الناس متشردين حاليا عائلات متشردين وعايشين حالة يرتلى ونقدرون ديروا زيارة لديك المناطق ودشوفوهم هنا في التنساقية نضبطوا اد المسائل ونحاولوا ما امكن ان انا انتواصلوا مع السلطات بشلقة واحد الحل المناسب قالت اروا تشخيص تشاروكي فالأروا مقاربة اجتماعية اقتصادية اللي تقدر تلقى حلول هذه السكينة لانهما ما كيطالبوش بشي حقوق غير مشروعة كيطالبو بحكم في السكن اللائق وكيطالبو بحكم في ذاك الشي اللي كانوا يشتغلوا فيه كانوا عندهم محالات كانوا مسكي السرس كلها في ذاك المنطقة اللي عايشين فيها وهذا شي غدي تحولوا من واحد منطقة اخرى خارج المدينة خارج الدار بيضاء ماشي مشكلة ولكن ماشي وروط ماشي كتلوحو و كيش عاونك عاون السلطة بدون قرار كيش عاون المكشفة وين وبوحد طريقة اللي تجوزنا هات المراحل تجوزنا هات السنوات لما مقاون نذكروش هاجه المخصنا نذكروها دونك حنا دبا في اطار الدستوري 2011 كياتينا الحق كياتينا حقا نحتجو ونضروع لحقنا ركا نضروع لحقنا ما كنضروش هاجه اكتر من القياس بقنا حقنا الدستوري في الساكن وهذا مطلب ديال التنساقية والتفريق ما بين دور ايلا السقوط وما بين نزع الملكية مشروع محج مالكي ومشروع نزع ملكية ماشي دور ايلا السقوط وكثم ندر رؤساء وهذا الرئيسات بالضبط دواء مجلس جماعة الدربيداء او لا بتفوض رئيسة مجلس مقاطعة سيد بليوت اللي كيوقعوا عندنا واحد قررت الهدم جائرة حرام حرام عليهم إذا كانوا عندهم اتفاقيات معهم منعيشين عقارين وضحوا هذه الأمور واضحة وما باش يدول الناس ارزقها وما عارت وما كيه يخلقوا واحد تشنوش اللي احنا في غينا عليه